السلام عليكم أعزائي المتابعين في حلقة جديدة لهاي الأسبوع معكم أخوكم هاشم العلوي وفي حلقتنا اليوم راح نلقي نظرة على برنامج ستوديو وون من شركة بريسونس طبعا إذا كانت هذه أول مرة تزورنا فيها القناة لا تنسى تعطينا زر اللايك وتشترك في القناة وتشاركها مع جميع أصدقائك المهتمين في هاي المجال حول العالم عساس نقدر نوصل لأكبر مجموعة ممكنة وإذا حابت تتعلم أكثر عن مهارات الهندسة الصوتية بشكل أفضل وبشكل مفصل أتمنى أنك تشترك في دورة أسرار الميكس الاحترافي اللي راح أخلي الرابط لها في وصف هاي الفيديو قبل ما نبتلي حلقتنا اليوم يا جماعة حابيت أخبركم أن هذه الحلقة برعاية دي جي كورنر إذا حابين تطلبون البرنامج راح أخلي الرابط في وصف هاي الفيديو من خلال تقدرون مباشرة تطلبون البرنامج من موقع وتساون إلى download أوكي يا شباب أحين إحنا عدنا اليوم برنامج PreSonus Studio One Professional النسخة الخامسة الversion اللي أنا عندي هنا هو 5.5.2 طبعا أول ما تفتح البرنامج راح تكون عندي هاي الشاشة اللي هي الـ Startup Page بيكون فيها كذا خيار اللي هو New Song, New Project, New Show أو إذا أنا بيفتح already existing file أو file أو مشروع أوردي موجود عندي أهم شي في هاي الجزء هو القسم اللي هنا في الـ Setup طبعا هني راح تحدد شنو الساوند كارد اللي أنت قاعد تستخدمها وشنو الـ Settings ما للساوند كارد نفسها يعني حمث ما أنتم شايفين أنا قاعد أستخدم الـ Focusrite Thunderbolt إذا ضغط على هاي الزر بيطلع لي كذا خيار طبعا عندي له الـ Playback Device والRecording Device من خلالهم أنا أقدر أحدد شنو الـ Settings حق الـ Device نفسه ممكن يكون عندي ساوند كارد حق الـ Playback وساوند كارد نختلف حق الـ Recording فمن خلال هذه الصفحة هني أقدر أنا أحدد الساوند كارد اللي أنا باستخدمه في الساكشن اللي موجودة هني هو Device Block Size هاي بكل بساطة عدد السامبلز اللي ممكن للجهاز يستحمل إنه هو يسوي فيها Processing يعني بشكل عام إحنا ناخذ قاعدة عامة لما أنا أشتغل على الميكس أختار سامبلز عالين ولما أنا أشتغل على الـ Recording أختار سامبلز أقل هاي شنو معناته؟ معناته إنه لما أنا أسجل ما رح يصير فيه Stress Wide على الجهاز إذا أنا أسجل مثلاً Vocals ما رح يكون فيه يعني ضغط على الجهاز بشكل كبير فإلا بسجله رح أسمعه في نفس الوقت ما رح يكون فيه أي ديلي بس في حلزة الميكس بما أنا رح أستخدم فلاتر وبلغينز فأحتاج إنه أنا أرفع السامبلز إلى عدد أكبر عساس إن الجهاز يستحمل إنه هو يسوي بروسس حك كل هذه الأشياء فإحنا حين نخلي مثل ما هو Standard على 1024 فأختار الـ Settings المعينة من الـ Audio Interface Multi واضغط على New Song بيطلعون عندي هذه الـ Options لموجودة قدامكم فيه طبعا Settings معينة أو Presets معينة برمجة مسبقة من برنامج إذا حابت تسوي مثلا أغنية تبتسجل فرقة رح يعطيك 16 تراك مثلا جاهزين حق إنك تسجل فرقة من الدرومز من البيز من السينجر إذا أنت رح تسوي مثلا موسيقى هاوس أو تيكنو يعطيك السشن بالـ Settings هذه وطبعا كل الخيارات الأخرى الموجودة رح تعطينا التراكس والأرانجمس موانا الويندوز بتضبط طريقة اللي هما يقترحونها علينا بس إحنا اليوم رح نختار Empty Song والSample Rate اللي أنا رح أختاره طبعا أقدر أحدده من هنا حق High Session ممكن يعني بشكل عام يكون عندي Sample Rate رقم معين بس في High Session رح يكون عندي أنا Sample Rate اللي هو أحدده من هاي الويندو فإحنا نخليه على 48 24 ونخلي Settings مثل ما إيه واضغط أوكي طبعا أول ما أفتح السشن الويندو رح تكون بهاي الطريقة خلونا نأخذ نظرة سريعة على هاي الويندو هني ونتعرف على الأشياء اللي موجودة قدامنا عساس أن نحن نقدر على طول نشتغل ونبرمج الأغنية أو نحن نشتغل مباشرة في الأغنية نفسها نلقي أول شيء نظرة على الويندو اللي موجودة هني على البر اللي موجود تحت هني نلاحظ أنه عندنا Settings Mall Session اللي اختارناها احنا من قبل 48 كيلو هرتز عند الRecord Maximum هاي مد القصوى حق إني أقدر أسجل هاي طبعا رح تعتمد على حجم الهارد دسك اللي موجود عندك كل ما زالت المساحة كل ما زالت المدة وهني عندي حركة البلايباك اللي موجودة إما عن seconds أو عن البارز طبعا هني أنا أقدر أغيرها وخليها بارز أو بعد seconds أو samples أو frame أنا عادتا أحب أخلي هاي seconds طبعا ما رح نغيرها هني أخلي بارز عشان نعرف أننا مثلا هني بار نمبر 2 وهني بار نمبر 3 وهني بار نمبر 4 طبعا هني عدنا الكنتروز اللي هي الplay والrewind والforward والbackwards إضافة إلى الstop والrecord وهني طبعا هاي الoption اللي يخليني أقدر أني أنا أفعل خيار أني أنا أقدر أسجل على طريق اللوب براويكم إن شاء نستخدمها بعد شوي وهني راح طبعا يعطيني المدة اللي أنا راح أحددها حق اللوب أيضا راح أراويكم إياها بعد شوي هني طبعا عندي الخيار أني أنا أساوي sync مع devices ثانين إذا عندي مثلا MIDI devices موجودين عندي في الستيديو drum machine أو time code machine أحب أني أنا أساويها sync ويا السيشن مالي هني أقدر أحدد إذا أبي هاي الخاصية شغالة أو مطفية عندي هنا أيضا يا جماعة اللي هو الoption حق الrecord يا أني أنا مثلا أساوي merge حق الأوديو أني أنا مثلا اللي بسجلة يضيف حق اللي موجود أو أني يساوي replace حق التسجيل اللي موجود هني عندي طبعا الoption حق اللي هو الpre roll أقدر أنا أخلي مثلا لأن أضغط space أو لما أشغل السيشن يشتغل مثلا بار واحد من قبل ممكن أنا أفعل أو أطفي هاي الفيتر وعندي هنا طبعا settings معاة المترونوم يعني حين لو تلاحظون إن أنا إذا شغلت السيشن ما راح يكون فيه أي شي أوكي فإذا أبل المترونوم يكون شغال بهذا الزر أقدرني أضغط عليه ويشتغل معاي المترونوم هنا طبعا settings حق المترونوم ممكن أنا أختار الصوت ماله شلون يكون إنه click أو marimba أو أي واحد من الأصوات الثانية الموجودة هنا والأكسن طبعا صوت الأكسن اللي هي صوت الأول ضربة في المترونوم والبيت نفسه كل واحد اللفل ماله الصوت شنو شنو بيكون ممكن مثلا طبعا الأكسن بيكون أعلى من البيت في جزء التايمينج اللي عندي هنا أقدر أختار time signature مال السشن نفسه ممكن أنه يكون مثلا ثلاثة أربعة 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 ستة ثمانية اللي هو أقدرني أنا أحدد الأرقام من هنا وعلى الأرقام الثانية اللي هنا طبعا عندي 24 18 32 الكي طبعا راح يحددلي الكي مال السشن إذا أنا عارف الكي مال السشن من البداية أقدرني أنا أحدده مثلا ممكن أنا أقول له مثلا A major هالكي مال السشن مالي ها راح يفيدني بعدين في صرفة الأرانجمينت ورح يحددلي أن مثلا الكوردات اللي أنا عزفها بيقول لي مكتب عليها أنها هي A minor أو يعني بيحددها لي من خلال تحديدي حق الكي من هنا tempo طبعا سرعة السشن أقدرنا أنا أخلي مثلا من السرعة اللي بيها مثلا يا تسعين أو 130 أوكي إذا إحنا قاعد نشتغل على يعني electronic music أو dance music هاي إحنا نبتري عادها من 125 إلى 130 وانتطالع عندي هني طبعا الميترز مال الصوت أحين لما نبتري نضيف الآلات راح تشوفون لما بتري أشغل الأصوات راح هني بيين عندي الميتر مال الصوت مستوى الصوت بشكل عام نلقي نظرة هني على الزاوية اللي تحت بنلاقي أنه عندنا ثلاث خيارات الbrowse والmix والedit طبعا أقدر أختار واحدة منهم يا mix يا edit تكون مفعالة في نفس الوقت بس الbrowse أقدر أني أنا نخليها يعني on or off شغالة بهاي الطريقة خلونا نتكلم حين عن شنو أسوي أول ما أنزل البرنامج وشلون أنا أقدر أبتدي بشكل سريع في أني أنا أكتب الموسيقى وأني أنا ألحن المقطوعة هذه خلونا حين ناخد مثلا كل الأشياء اللي موجودة أوردي في البرنامج بنعتمد على الأدوات والآلات اللي موجودة من البرنامج نفسه لما أنت تسوي download حقه أوردي معه مجموعة أصوات بشكل مجاني ومجموعة آلات أيضا بشكل مجاني فهي خيار جدا ممتاز حق الناس اللي حابة تبتدي في هاي المجال بشكل سريع وسهل لما أضغط على زر اللي براوز هنا بروح حق instruments بنزل تحت حق اللي هو الفولدر مع البرنامج هاي الآلات اللي أوردي موجودة مع البرنامج impact حق drums ميتاي حق الآلات هاي synthesizer هاي drum machine لهو impact is drum machine ميتاي هو synthesizer هاي أعتقد هو effect أو نوع من effect processor هاي بعد لهو presence نوع من synthesizer والsample 1 أيضا هو sample editor ممكن من خلال أنا أسوي load حق السامبل وغير فيها بالطريقة اللي تعجبني عشان بسط الأمور خلونا نقول مثلا نحن بنبتدي بال impact كل اللي عليه أسوي أنا أنا أسوي drag و drop حق هاي الآلة هني رح يسوي لي track بهاي الطريقة هو instrument track فأقدر أنا أضغط على هاي الزر بيبين لي ال instrument اللي موجودة هني طبعا مثل ما أنتم شايفين ما في ولا آلة loaded في البرنامج هذا في drum machine فحتى لو ضغط على واحد من هذل ما رح يطيني أي صوت أول شي لازم أسوي أنه أنا أسوي load حق الأصوات في هاي البادز المختلفين عشان سهل على روحنا مثل ما قلت لكم برنامجي مع مجموعة من الكيتز فأنا بكل بساطة أقدر أنا أروح أختار واحدة منهم واختارت وسوى لي load حق هاي الآلات بهاي الطريقة ثم شايفين كل واحد من هذلين صار في صوت نزيل أحين شلون أقدر أن أنا أخلي هاي الأصوات أبرمجهم أو أعزف من خلالهم بالطريقة اللي أنا أبيها طبعا في حالة الدرامز الأسهل أن نحن نبتدي عن طريق اللوب نسوي لنا مثلا من واحد لأربعة لوب بس لو تلاحظون أننا ما نقدر نسوي edit إذا فتحنا edit window هنا ما نقدر أننا نسوي أي شي حتى يعني ما رح يسجل لنا النوات اللي نختارها هنا بيخفيها على طول لازم من البداية أحدد أن أنا أقول مثلا والله أبي هاي المساحة من واحد إلى أربعة أسوي فيها الشغل اللي أنا بيسوي فاخترتها وسويت double click أحين صارت هاي المنطقة هنا صارت editable أقدر أن أنا أعضيف فيها محتوى على السريع شون أن أنا أقدر أضيف محتوى فيه ثلاث طرق أن أنا أقدر أضيف أو أعزف الآلات اللي أنا أعزفها إما عن طريق لهوة البيانو رول هاي بيشغل لنا بيانو إذا عندك مثلا أنت بتعزف مالودي أو إذا الآلة اللي مستخدمها هي synthesizer أقدر أن أنا أشغل اللي هو البيانو رول أو البيانو view وأعزف النوتات اللي أنا بيعزفها في حالة الدرام ماشين مثل ما هنا عدنا حين هني أقدر أن أنا أختار هاي الأوبشن الثاني اللي هو الدرام view أوكي من خلاله بيطلع لينك كل الآلات اللي موجودة هني شوفوا لو تلاحظون kick rim snare clap كل واحدة من هادلين مسميين وجاهزين للاستخدام من طريق اللي هو الدرام view طريقة الثالثة اللي أنا أقدر من خلالها أني أعزف أو أني أكتب النوتة هي بكل بساطة عن طريق كتابة النوتة من طريق اللي هو ال score view أوكي فإذا النوتة عندي موجودة بشكل يعني اللي هو نوتة موسيقية أقدر أنا أرسمها هني بالطريقة اللي أنا أبيها فنرجع حق هني شوفوا لاحظوا أنه أورادي حطلنا هاي الآلات هني اللي كتبناها طبعا ما ينفع أننا نسوي score حق drum بهالطريقة الأسل نحن ني ونبرمجها بهالطريقة مثل ما أنتم شايفين عندي من واحد إلى ثلاثة وشوي عساس أني أنا أكبر view هني برجع شوية في الزوم شوفوا أربعة إحنا عندنا لأننا اخترنا من واحد إلى أربعة هاي بيكون المساحة اللي احنا بنشتغل فيها فعساس أني أنا أبتدي أسجل وأبتدي أسوي loop عندي بهالطريقة لازم أقول له أن هاي المنطقة اللي هني عندي راح تكون منطقة loop فأيهني وأسوي رسمة من فوق بيصير شكل شكل القلم وأحدد المساحة اللي أنا أبيها على الساس أنها تصير loop أول ما أحددت المساحة بهذه الطريقة أقدر أشغلها هني أشغل زر loop فتلاقون إنه صار أزرق ولما أشغل music أو ما أشغل track بيروح لرقم أربعة وبيرجع إلى رقم واحد أوكي شون نبرمج إيقاعات نشوف إحنا طبعا نقدر نسوي audition أو نسمع كل الأصوات الموجودة خنقول مثلا نحن نبي نستخدم اللهوة kick kick drum نبي مثلا نقول نستخدم مثلا على كل يعني جزء مهني فنروح هني نسوي double click لو تلاحظونا حين إذا شغلنا عن طريق اللهوة play أول نحن نضغط space bar شوي سريع خلنا أزله شوي أوكي فحين نضف لي kick drum إذا أبي أسوي لهم copy بعد مو شرط أن أنا بس أروح أسوي copy أو يعني أضيفهم واحد واحد لا ممكن أنا شون أسوي أسوي select لهم وأنا ضغط على option قدرنا أسوي لهم drag هاي الطريقة وصار عندي منهم copy هني هني أبينا ثلاثة هني بعد فأسوي لهم select و drag أو اثنين قل فحين إذا شغلنا بتلاحظون أنه يخلص اللوب ويرجع مرة ثانية ممكن أنا أضيف بعض الآلات الثانية نقول مثلا نضيف clap هني مثلا firm أو ني مثلا سألهم copy بعد copy نقول مثلا نحن ببعض نضيف كنت ضع شغل نحن اشتركوا في القناة اضيف هاي لهو الهاي هات بالطريقة احين صار عندنا درم بيت معين نقدر نحن بعد نضيف عليه الآلات الثانية فلو لاحظتوا احين طبعا عقل ما اضفناهم رسم لنا النوت هني بهاي الطريقة فاقدر ان انا طبعا اقدر اسألهم اقدر ان انا اضيف النوتات الثانية اقدر ان انا ابتدي اضيف لتركات الثانية اللي موجودة فهذه يا جماعة اول خطوة قدرنا من خلالها ان احنا نتعرف على البرنامج بشكل سريع ونتعرف على الخطوة الاولى ان انا شون اقدر ان انا اركب ايقاعات في الساشن الموجود قدامي في الحلقة الثانية راح نتطرق بشكل اعمق عن كيفية ان احنا نضيف الآلات الثانية مثل اللي هو السنتيسايزر ومثل الاوديو حق صوت غناء مثلا فاتمنى ان هاي الحلقة عجبتكم لا تنسوا مرة ثانية تعطونا زر اللايك وتشتركون في القناة وتابع الجزء الثاني من هاي السلسلة اللي راح نتعلم فيها مع بعض برنامج بريسونس ستوديو ون اتمنى لكم داوم الصحة والسعادة واشوفكم ان شاء الله في حلقة قادمة اشتركوا في القناة